الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس التونسي قيس سعيدة ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد وخلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن أكد الرئيس التونسي ضرورة تعديل مرسوم المتعلقة بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكل لهم قانونا على حد تعبيره دعيا إلى تعديل التشريع الحالي إذا لم يحقق أهدافه أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال آدات المساعدة الجديدة لمواجهة الصدمات الغذائية وأوضحت المؤسسة أن حزمة المساعدة الجديدة تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها الملحة من حيث ميزان المدفوعات فضلا عن تحفيز تقديم الدعم المالي مستقبلا من الجهة المانحة والدائنة لأوكرانيا قال حاكم إقليم دونساكي بافلو كيرينينكو إن السلطات الأوكرانية عثرت على مقبرة جماعية في بلدة ليمان بشرق البلاد وأضف كيرينينكو أنه لم يتضح بعد عدد الجثث التي تحتويها المقبرة وفي السياق المتصل ذكر مسؤولنا كبير بالشرطة المحلية أن المقبرة تحتوي على 180 جثة كانت القوات الأوكرانية قد استعادت مؤخراً السيطرة على بلدة ليمان التي كانت توقع تحت سيطرة القوات الروسية أكدت كوريا الشمالية أن التجارب الصاروخية التي تجريها دفاها الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن التجارب التي تجريها بيونج يانج لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة ونفذت كوريا الشمالية ستة عمليات إطلاق صواريق خلال 12 يوماً بما في ذلك إطلاق صاروخ متوسط المدى فوق اليابان قالت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية أن زلزالاً وقع بالقرب من موقع التجارب النووي المعروف لكوريا الشمالية وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن زلزالاً ضعيف بلغت قواته 2.5 من 10 درجة هذا منطقة طاقة شمال شرقي موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية مشيراً إلى أنه تم تقييمه على أنه زلزال طبيعي وقع على عمق 23 كيلو متر أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا إطلاق الحوار الشامل بينهما حول التكنولوجيا والبيانات وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس أن الرئيس الأمريكي جو بايدل التزم ورئيس الوزراء الجريطاني السابق في يونيو من العام الماضي التزم بتطوير شراكة تقنية ثنائية جديدة ومميزة وأضاف أن الهدف من هذا الحوار هو البدء في مرحلة جديدة من التعاون استراتيجي وحماية المميزات التقنية للبلدين منوها بأن هذا الحوار سيقوده موثل رفيع مستوى من وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين فضلا عن مكتب شؤون الخارجية والكومن ويلد والتنمية في بريطانيا حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش من أن تباعات الفيضانات الكارثية في باكستان تتظل باقية لسنوات قادمة جاء ذلك في كلمة ألقاها جوتيريش أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتضامن مع باكستان في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد وشهدت جوتيريش على أن الاحتياجات الهائلة تتطلب دعما هائلا مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة باكستان لعقد مؤتمر إعلان التبرعات وذلك بهدف تقديم دعم ملموس لجهود الإصلاح والتعمير سجلت الصين 1925 إصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت لجنة الصحة الوطنية إن من بين الحالات 501 إصابة ظهرت عليها أعراض و1424 بدون أعراض وسجلت الصين 1656 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 288 إصابة ظهرت عليها أعراض و1368 بدون أعراض ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226 حالة ختام موجود الثامنة فاصل ووضع حضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر